عصلي ماشي نحوي لكم نتمنى تكونوا لبسا عليكم جيدكم اليوم بغسات تعمل 66 كيف نعلم مع بعضنا التاجيم بس بناخ والجيج بدنا من وراء العقل اقعدوا معايا باش نعطيكم كل شيء بالتفصيل لا تتساوي اشتراك القناة تفعل جرس باش يصلكم اخر جديد وتعموا لايك اذا اعجبكم الفيديو ومن غير ما نطاول عليكم نتعديوا طريقة التحذير و اول حاجة نبدأ بها خذية البورصة يتفعها قليلا زيتونة كيف لا تحبوا انتو اخذت البورصة راس البورصة صغر راس البورصة متوسط لا يوجد كبير ياسرة اخذت البورصة وطريفات الجيج مقصوصين وبالنسبة للي انا لم تحطيت كمية كبيرة من الجيج اذا تحبوا تنجموا في الكمية ونفوحوا فيها او الحاجة نضع الكوركوم تقريبا نصف مغرفة صغيرة كوركوم لنضع الفلفل من اكثر الحاجة ونضع الكوركوم تقريبا نصف مغرفة صغيرة كوركوم نضع الكعب ونضع الكعب ونضع الكعب ونضع الكعب ونضع زينجبي ونضع الكوكوم ونضع الملح ونضع كل شيء ونضع الكعب وفي هذا المرحلة سوف نضع المerel من المسلحة الدور ونضع الكعب ونضع مع الرقم ونضع الكعب تعديم الكعب نأخذ السبناخ ونضغط في السبناخ نأخذ السبناخ نأخذ السبناخ نضيف سبناخ بوطنة عروفية كيف نستعمل سبناخ سبناخ نجم وتستعمل الكمية التي تحب عليها وعلى فكرة تضب الكمية كبيرة ثم تضب الكمية وأول ما فعله لنضب الماء نفس الطريقة تستعملها كي يبدأ السبناخ ووراق في فرشك تضب النار حتى يستعمل الماء وبعد ذيك توا بش نبدي ونعصره فيه بالجداء 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 نخرجه لماكسيموم امتاع الماء عليش على خاطر اذا ما نعصرهوش بالجداء بعد ذيك التاجيني هنا ما يسوفو فيه وسط الماء وعلى فكرة له الماء هذيك اللي تشوفو فيه كله ما سبناخ انا راني ما حطيت حتى نقطة ما اعطى عجن يعني الوراق واحده خليته كيف ما هو وهو سيب الماء بتاعه ينفع صناه بالجداء 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 توا بش نرهيوه عليش على خاطر السبناخ اللي عندي ورق كبير والعروفات متاع وزيد اكبار باش نرهيوه باش نرهوش شوية سينولا اللي ما عندوش هذيك اللاشواغ ينجم جس يقصوا بسكين هكا طريفات صغار وفي المرحلة هذي رجعت البورمتاعي على النار رصبت شوية زيت وبيش اللحق عليها السبناخ خاطر السبناخ يقعد كيف ما هو يقعد ماصط انفات من المستحسن نشحطه شوية على النار مع زيت مع شوية زيت مع شوية فاحات بالنسبة للفاحات شو باش نحط له شوية فلفل اكحل تقريبا نصف مغرفة صغيرة فلفل اكحل ونصف مغرفة صغيرة تابل وكروية هكي كي يتنحن القول ماسطن بتاعه انخلطوا كل شي ما بعضه ونخليوه حتى لين يتقلى شوية وزيطلع ريحتو فيه وحق على الاخر ولونه يغمق الوقت نعرفوه اللي هو تاب ونهطوه من عنار نخليوه يبرد بينصور قبل ما نجدونه العظم بالنسبة للتاجين نتعليوه انا بش نستعمل فيه ثمانية بيضات اكا هاو بينصور تنجموه ازيدو اذا تحبوه ان ثمانية بيضات الكمية اللي عملتها نتعصب ناخ ومتاع الجيش كافية وتكافي وتوفيك كما نقولو احنا بينصور اذا بشتتعلموه مع كوزكسي وإلا مع عشن اصلاي وتلك الفازات يوكر حتى ثمانية عبادة عاجي معنا بلقداء ونفاتيجوكم وصويت به ثمانية بيضات بلقداء 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 زيتها سبناخ بعد ما برد وزيتها زيادة جيش بعد ما برد كيف كيف علاوه ركزت ركزت معناها اوملات زيت جيش والسبناخ نخلطها بلقداء 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 ونبدأ نشخشخ فيها بالفروماج حتيت لها بزيد فروماج كي يطلع الجو لبنين وحتيت لها الفروماج غابي وحتيت لها زيادة البغميزون اللي متوفر عنده البغميزون يعطي يصير جوبني هو لوم تاف خماج نوع اللي ليس متوفر عنده ومش مشكلة خلط كل شيئ ما بعضه وكهو هذه هي خلطة التاجين سهل مياه الحسجيل وفيسا بسا يحضر في المرحلة هذه ان ضغط الملح نلقها ناقص شوية وحتيت لها حسابكم وحتيت لها سيب الملحية وحتيت لها الساعة لا تضغط ملح وحتيت لها ناقص شوية وحتيت لها سيب الملحية خليط الطباق ندخل الفور ندهن بالزبدة نتبع الكونات الكل نتبع الكونات نتبع الكونات ونضغط الخليط وما يقعد لها ندخل طيب في التاج الوسطاني على مية وسبعين درجة مدة خمسة وربعين دقيقة تقريبا بمسور القوة تختلف من فور فور لان تعرفوا ليه طابق ندخل السكينة فخرجت لكم شيحة معناها تاجين متاعكم محذر لا نحكي لكم شا على هذه الريحة وما نحكي لكم شا على هذه البنة ستتقوني حاجة ابنينا على الاخر نوتكم ولا نشاهيكم لما حاله طيح ليسي تطروف كبار سينو بيان سور تنجمو تصغلو اذا تحبو هكي لكم نصلت بكم الاخر الفيديو نتمنى وصفت بي وما تكون عجبتكم ما تسيروش تعمل اشتراك للقناة تفعل جلس بيش يصلكم اخر جديد وتعمل لايك اذا عجبكم فيديو وملتقى قناة في وصفة جديدة ان شاء الله اتري بيانتو بسلامة